بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ظلت الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا دون منازع أقوى 25 دولة في العالم في عام 2023 وفقا لتصنيفات القوى العالمية التي نشرتها شابكة US News الأمريكية بحسب ما نشره موقع Business Insired الأمريكي الأحد 17 سبتمبر أيلول 2023 استطلعت الشبكة الأمريكية المختصة بدراسة تصنيفات أفضل البلدان آراء 17 ألف شخص حول أفكارهم حول 87 دولة مختلفة لاختيار أقوى 25 دولة في العالم ويقيم التصنيف تأثير الدول بناء على تصورات المشاركين لعوامل مثل القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية وإليكم ترتيب أقوى 25 دولة في العالم 25 هولندا كانت هولندا رائدة في مجال السياسة وهي المقر الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية حيث تقعان في لاهاي كما أنها عضو مؤسس في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو ومؤيدة بقوة للغاية لكل المنظمتين وصلت تصنيف الضوء على التحالفات الدولية القوية للبلاد فضلا عن نفوذها الاقتصادي ومع ذلك في حين أنشأ الهولنديون ما ينظر إليه على نطاق واسع على أنه مجتمع متسامح فإن المخاوف بشأن الهجرة أصبحت أكثر انتشارا بين بعض السياسيين حسب ما يشير التصنيف 24 سنغافورة شهدت سنغافورة التي يطلق عليها لقب واحدة من عمالقة الاقتصاد الأسيوي الأربعة نموا سريعا بما في ذلك من خلال صناعات الإلكترونيات والأدوية المزدهرة في البلاد يشار إلى أن سنغافورة تعد من أغنى دول العالم بسبب ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدل البطالة ومع ذلك قال التقرير أن القيود المفروضة على المساحات المتاحة في الدولة والتوسع السكان السريع تزيد من المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة والتفاوت في الدخل وفشلت الدولة في الوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في عام 2022 لكنها عادت إلى القائمة هذا العام احتلت البلاد مرتبة عالية بشكل خاص فيما يتعلق بنفوذها الاقتصادي وقوة صادراتها رغم أنها أقل بكثير من حيث قوتها العسكرية الثالثة والعشرين السويد إن التزامات السويد تجاه حقوق الإنسان والخدمة العامة والاستدامة جعلتها رائدة محترمة في الشؤون الدولية وأضاف التقرير أن الرعاية الصحية والتعليم المجاني مجانيان ويفتخر سكانها بواحد من أطول متوسطات الأعمار المتوقعة في العالم يشار إلى تحالفات السويد الدولية القوية ونفوذها الاقتصادي وأنها تمتلك واحدة من أكبر مساحات اليابسة في الاتحاد الأوروبي 22 قطر تعتبر قطر من أغنى دول العالم بفضل احتياطياتها من النفط والغاز الطبيعي ونتيجة لذلك يتمتع القطريون الذين يبلغ عددهم أقل من ثلاثة ملايين نسمة بمستوى معيشي مرتفع أشار التقرير إلى أن التصنيع والبناء والخدمات المالية تمثل ما يزيد قليلا عن نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مما ساعد الاقتصاد على مواجهة الانخفاض العالمي في أسعار النفط وأضاف أن قطر طورت نفسها كمركز للأبحاث حيث قامت العديد من الكليات الأمريكية المرموقة بإنشاء فروع لها في ضواح الدوحة 21 سويسرا سويسرا بلد صغير ولكنه من أغنى دول العالم حيث ذكر التقرير أن الاقتصاد القوي للبلاد يعتمد على معدلات الضرائب المنخفضة على الشركات وقطاع الخدمات المتطور للغاية الذي تهيمن عليه الخدمات المالية وصناعة التصنيع ذات التقنية العالية نظرا لتقاليدها الطويلة في الحياد فإن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولم تدعم أي طرف في أي من الحربين العالميتين ومع ذلك فإن موقفها المحايد يعني أن سويسرا هي موقع المقر الرئيسي لمنظمات مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة وتتمتع البلاد بنفوذ اقتصادي قوي وتحالفات دولية بحسب التصنيف عشرين إسبانيا إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية قال التقرير أن سوق التصدير المرينة فضلا عن جهود إعادة الهيكلة التي يمولها الاتحاد الأوروبي في عام 2014 ساعدت إسبانيا على التعافي من الركود الاقتصادي الحاد في عام 2009 لكن رغم الجهود المبذولة لتنفيذ إصلاحات العمل ومعاشات التقاعد والصحة والضرائب والتعليم فإن نحو ربع سكان إسبانيا يظلون عاطلين عن العمل تسعة عشر البرازيل البرازيل هي عملاق القارة في جنوب أمريكا سواء من حيث الحجم أو من حيث عدد السكان صلت التقرير الضوء على الازدهار الاقتصادي الذي شهدته البرازيل في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين جعلها واحدة من أكبر الاقتصاديات في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي وأشار إلى أن البرازيل تعد واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم وأن نهر الأمازون فيها هو ثاني أطول نهر في العالم وأن خطها الساحلي يمتد لأكثر من أربعة آلاف وستمائة ميل مع ذلك فإن البلاد تكافح الفقر المستمر والفساد مما يؤثر على النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البرازيل ثامن عشر إيران تمتلك إيران أحد أكبر الاقتصاديات في الشرق الأوسط حيث لفت التقرير إلى أن البلاد جذبت منذ فترة طويلة اهتمام القوى العالمية الكبرى بسبب موقعها الاستراتيجي فضلا عن وفرة النفط والموارد الطبيعية الأخرى لكن الاقتصاد الإيراني لا يزال يتعرض لأضرار بالغة بسبب المدة الطويلة من العزلة الدولية رغم امتلاك إيران عشر في المية من احتياطيات النفط المعروفة على مستوى العالم وكونها عضوا مؤسسا في منظمة أوبيك سابع عشر إستراليا إستراليا بلد مزدهر يتمتع باقتصاد قائم على السوق ويعد الناتج المحلي الإجمالي ودخل الفرد مرتفعين نسبيا أشار التقرير إلى مشاركة إستراليا في التعاون الدولي من خلال مؤسسات مثل مجموعة العشرين وكومنولث الأمم والتعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ وينظر إلى البلاد على أنها تتمتع بتحالفات دولية قوية ونفوذ اقتصادي سادس عشر إيطاليا تمتلك إيطاليا رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وتشتهر البلاد بمدنها التاريخية ومأكولاتها ذات الشهرة العالمية وجمالها الجغرافي مما يجعلها وجهة سياحية مثالية أضاف التقرير أن الجريمة المنظمة والفساد وتباطئ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والنساء لا تزال تمثل مشكلات كبيرة خامس عشر تركيا من المتوقع أن تصبح تركيا واحدة من أسرع أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا في السنوات المقبلة أشار التقرير إلى أن تركيا فضلا عن كونها عضوا مؤسسا للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي عضو في حلف شمال الأطلسي لكن وجد أن البلاد تواجه قتالا إقليميا علاوة على الإرهاب رابع عشر أوكرانيا أوكرانيا التي غزتها روسيا العام الماضي عضو في المنظمات الدولية الرئيسية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية قال التقرير أن أكبر ثلاثة قطاعات اقتصادية في البلاد هي الخدمات والصناعة والزراعة حصلت أوكرانيا على دعم سياسي وعسكري كبير من الحلفاء الغربيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ الغزو الروسي وقد أشيد بها عالميا لمقاومتها روسيا لكن الغزو الروسي أهلك سكانها ومدنها وصناعاتها الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة من المرجح أن يستغرق التعافي منها عقودا من الزمن ثالث عشر كندا تعد كندا رابع أكبر منتج للنفط في العالم وتمتلك ثالث أكبر احتياط نفطي مؤكد أشار التقرير إلى أن البلاد مجتمع صناعي عالي التقنية يتمتع بمستوى معيشي مرتفع ثاني عشر الهند تتقدم الهند مركزا واحدا اعتبارا من عام 2022 وهي أكبر دموقراطية في العالم وتتمتع باقتصاد متنوع سريع النمو مع قوة عالمية كبيرة وماهرة حادي عشر إسرائيل قال التقرير أن دولة الاحتلال الصهيوني رغم صغر حجمها نسبيا فإن مؤشرات مثل متوسط العمر المتوقع والتعليم ونصيب الفرد من الدخل تظهر أيضا أن البلاد متقدمة للغاية عاشرا الإمارات أدى اكتشاف النفط في دولة الإمارات في منتصف القرن العشرين إلى تحول سريع في اقتصادها أضاف التقرير أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات أصبح الآن يضاهي نظيره في دول أوروبا الغربية الكبرى تتمتع البلاد بالاقتصاد الأكثر تنافسية في العالم العربي وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي تاسعا السعودية المملكة العربية السعودية هي أكبر مورد للنفط في العالم حيث تمثل ما يقدر بربع امدادات النفط العالمية وأضاف التقرير أن المملكة عضو مؤسس في منظمة أوبك وعضو في منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى هيئات دولية أخرى ثامنا اليابان تعد اليابان واحدة من أكثر دول العالم معرفة بالقراءة والكتابة وتقدما تقنيا وأشار التقرير إلى أن البلاد تمتلك ثالث أكبر اقتصاد في العالم وهي من بين أكبر منتج السيارات والمعدات الإلكترونية والصلب في العالم تاسعا فرنسا يعد الاقتصاد الفرنسي من بين أقوى الاقتصاديات في العالم حيث تلعب السياحة دورا رئيسيا وأضاف التقرير أن فرنسا هي إحدى الدول الأكثر زيارة على وجه الأرض وهي واحدة من أكبر مصدر الأسلحة في العالم سادسا كوريا الجنوبية أشار التقرير إلى أن القوة العسكرية لكوريا الجنوبية وصادراتها القوية لمكانتها في تصنيف القوة تعد البلاد جزءا من العديد من المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية والمنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا خامسا بريطانيا تتمتع المملكة المتحدة بنفوذ عالمي قوي ويرجع ذلك جزئيا إلى ماضيها عندما كانت الإمبراطورية البريطانية تسيطر على أجزاء واسعة من العالم وصفت المملكة المتحدة بأنها دولة متقدمة للغاية وتمارس تأثيرا اقتصاديا وسياسيا وعلميا وثقافيا دوليا كبيرا ووصف التقرير لندن بأنها مركز مال دولي رئيسي وواحدة من أكثر المدن زيارة في العالم وأشار إلى أن المملكة المتحدة لديها العديد من أفضل الجامعات في العالم رابعا ألمانيا أشار التقرير إلى تحالفات ألمانيا الدولية القوية ونفوذها الاقتصادي القوي الذي دفعها إلى موقعها الرفيع المستوى وهو نفس المركز الذي احتلته في تصنيف العام الماضي وأشار التقرير إلى أن ألمانيا هي الدولة الأكثر اقتضاظا بالسكان في الاتحاد الأوروبي وتمتلك أحد أكبر الاقتصاديات في العالم حيث تعد ألمانيا واحدة من أكبر المستوردين والمصدرين على هذا الكوكب ثالثا روسيا احتفظت روسيا بمركزها الثالث في تصنيف القوى الإخبارية الأمريكية على الرغم من معاناتها في غزوها لأوكرانيا والذي شنته في فبراير شباط 2022 وأشار التقرير إلى الصناعات الكبرى في روسيا مثل إنتاج النفط والغاز الطبيعي والزراعة وصيد الأسماك والتصنيع فضلا عن تاريخ البلاد كمصدر رئيسي للأسلحة ثانيا الصين تعتبر الصين ثاني أكبر دولة في العالم من حيث مساحة اليابسة ولديها ثاني أكبر اقتصاد في العالم قال التقرير أن الصين أصبحت واحدة من أسرع الاقتصاديات الكبرى نموا في العالم وتمتلك الصين أسلحة نووية وهي عضو في المنظمات الدولية الكبرى مثل منظمة التجارة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مما يعزز تصنيف قوتها الأولى الولايات المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية هي القوى العالمية المهيمنة وظلت البلاد في مركز الصدارة في تصنيف القوى أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي 25.5 رليون دولار وأنها أيضا الدولة الأقوى من الناحية التكنولوجية في العالم وقال إن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في العالم فضلا عن امتلاكها أكبر احتياطي للفحم في العالم كما لفت التقرير إلى صناعة الإعلام الضخمة في البلاد ذات النفوذ العالمي وصادراتها الكبرى حول العالم كونها موطنا للعديد من أفضل الجامعات في العالم ودورها الرائد في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو في الختام متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة